بتكلم في ايه بقى المرة دي محمد فؤاد انه هيتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض احكام خلي بالكم بعض احكام المرسوم بقانون رقم 103 ليه سنة 2012 ده الخاص بايه الخاص تحديدا بيعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها هيعمل بدا يوم الحد ان شاء الله هو بتكلم تحديدا عن هيئة كبار العلماء وبيقترح فيه مشروعه ان يتم تخصيص 25% من مقاعد هيئة كبار العلماء او من العدد بتاع هيئة كبار العلماء للنساء طبعا ده طرح هيلاقي معارضة هيلاقي معارضة اولا على مستوى هيئة كبار العلماء وهيلاقي معارضة يمكن من عموم الناس لانه هيئة كبار العلماء ده كيان طبقا القانون تجتمع كل ثلاث شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك لمناقشة قضايا دينية وفقهية ضخمة يمكن تفتكروا انه ارتبط اسمها اكتر بمسألة الطلاق الشفاوي لما الرئيس طلب انه يبقى في اجتهاد في مسألة الطلاق الشفاوي فهاية كبار العلماء اجتمعت وطلعت بيان وفي ناس كتير ازعاجها هذا البيان لانه لقوا انه هيئة كبار العلماء مش عايز اقول لم تجتهد بالشكل المناسب لمقتضيات ومعطيات العصر لكن على اي حال اتبلور حكاية هيئة كبار العلماء وكأنه مجلس كهنة بالنسبة لبعض الناس هنا اللي بيعمله محمد فؤاد نوع من تجديد الخطاب الديني الواقع بمعنى ايه بمعنى ان انا مثلا بتكلم على انه فيما تعلق بالمرأة لانه انتوا خلي بالكوا انه مشكلة الخطاب الديني ده بالنسبة للغرب ايه الخطاب الديني الاسلامي هم مختلفين معانا في ايه مختلفين معانا فيه تلات حاجات فيما يتعلق بيه مسألة الجهاد الحرب يعني وفيما يتعلق بيه الاخر اللي هو اصحاب الديانات الاخرى وفيما يتعلق بالمرأة يعني لو جدت بص اللي مدايق العالم من الخطاب الاسلامي هتلاقيه تلات حاجات دو الجماعات اللي هو بيتحول الجهاد ده الجهاد ده حاجة مشروعة يعني انك تدعو لربنا انك تدافع عن ارضك تدافع عن عرضك يعني دي كلها حاجة مشروعة لكن مسألة الحرب القتل دي ومسألة الاخر ومسألة المرأة لما يجي هنا ويقول للناس يا جماعة فيه مجلس او هيئة لكبار العلماء طيب ما ايه رأيكم يبقى فيه 25% من اعضاء هاية كبار العلماء سيدات واحنا عندنا ما شاء الله علمات فضليات فيه جامعة الازهر وعلى فكرة فيه الناس معروفة والناس مش معروفة طيب ماهو فيه مسائل متعلقة بالستائل فقه المرأة المسلمة يعني يعني ليه فقه المرأة المسلمة لا تنظر فيه امرأة مسلمة ببساطة يعني الامور بتاعت المرأة لما تعرض على هاية كبار العلماء هيختلف الامر كتير لو فيه سيدات هيبقى فيه فهمة اكتر لطبيعة المرأة فيه لانه كان رسول الله السلام يسأل السيدة عايشة احيانا في بعض الاشياء الخاصة بالنساء حتى لما عشان يتكلم يبقى بيراعي طبيعة السائل فاذا هذا القانون لو لو مشي وما حصلش نوع من الارهاب لانه هذا القانون لا يمس لا هيبت ولا كرامة مؤسسة الاصر كويس يعني اقتراح راجل دوره تشريعي فبلاش ندخل من زاوية انه هذا مساس بالازهر وهدم للازهر واعتداء على الازهر لا 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 وهفيش حد لا يعاوز يعتدي ولا يمس هيبت الازهر ولا حاجة بس بيقول يا جماعة الدستور الدستور في مادته التسعة ويه اللي هو مادة تسعة دي بتقول تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تامين مادة 11 في الدستور بتقول تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طيب ما هما دول مرأة وفقيها وعالمة تدخل هيئة كبار العلماء ممكن نختلف على النسبة مثلا ماشي يعني هو محمد فؤاد عايز تبقى 25% هما تبقى 20% تبقى 15% تبقى 10% ماشي لكن انا بتكلم على المبدأ نفسه يثبت لنا علماء الازهر بقناعتهم باهمية تجديد الخطاب او تقديم خطاب عصري ومناسب للمقتضيات اللي بتحيط بنا الان اذا تفاعلوا مع هذا المشروع وقال لك اه او اقدموا حتى هما من غير مشروع قانون ملزم واختاروا عدد من الفقهات العالمات الدارسات في الازهر وانضموا الى هيئة كبار العلماء يمكن يمكن ربنا يكرمنا ونشوف هذا اليوم في مصر ترجمة نانسي قنقر